50 ألف وحدة سكانية وصينة بن عبد الله تحدثوا لدبا المشمولين 50 ألف أسرة عن نوع لأن اللي معنيين هما 50 ألف أسرة الرقم الأول في البداية في جلسة العمل 50 ألف بيت مهدم 50 ألف بيت مهدم 50 ألف أسرة ودبا الآن كنت تكلموا على 24 ألف أسرة ونا أعلم من خلال ما يأتي من المناطق ومن الأقاليم وعد البارح كنت مع رئيس من الرؤساء وعندنا استدير الرؤساء عدد الأسر اليوم ما يستفدوش من الـ 2500 درام وهم البيوت ديالهم دمرات إما كليا إما جزبيا يوميا أنا نفتصل مباشر مع الرؤساء اللي من الحوز يوميا ومنهم من يزوروني ومنهم من أتواصل معه هاتفيا نحن عندنا أزياد من 15 رئيسة إلى 13 رئيسة في المنطقة ديالي الحوز وفتروا دانت ويتواصلون معي بالمهام ديالي أيضا السياسية وكان سمعوا لهم وهناك زيارات يقوموا بها مجموعة ديالناس المسؤولين عنها في الهيئات السياسية أنا كان أقول لك هذه الأرقام تتقدموا بكل أسبوع لم أكن أعلم بأن الموضوع سيطرح وإلا أحضرتوا هذه الأرقام هذه كل أسبوع يتقدم هذه الأرقام هذه وسوف أعلنوا عليها في القريب حسب ما هو لأنني أنا سمعتك تقول بأن العدد الإجمالي هو 24 ألف أسرة وشي حاجة بمعنى أنكم وصلتوا 97% بمعنى أنكم تركتوا 10 ألف من الأسرة لا ما تركنا تحد دون إمكانية أنهم تصلب لألفين وخمسمائة درام جميع العائلات المعنية بهذه الدعم سوف تتوصلوا به سواء كان الدعم للمباني لتشقات أو لألفين وخمسمائة درام المجهود المبدول مجهود كبير أنا ماشي هنا باش ندير المزايدة مجهود كبير وهذا ورش اجتماعي يتعين أننا نجحوه فيه